طلق وزير التومين والتجارة الداخلية شريف فاروق تقريراً حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعيير المقررة أفاد التقرير أن هناك وفرة كبيرة في المحروقات بالمحطات وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة أكد مدير المدريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مدرية لمتابعة محطات الوقود ومشيرين إلى أن كل مدرية تسير حملات على كل المحطات بالإضافة إلى الإدارات الفرعية في كل محافظة